الأمم المتحدة تكشف عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ترتكب على مختلف المستويات في الولايات المتحدة ارتفاع غير مسبوق للتمييز العنصري بحق الأمريكيين من أصل إفريقي تفاوت بين هؤلاء وبين السكان البيض في حق التعليم والسكن والطبابة والعمل الانتهاكات تشمل أيضا الإتجار بالبشر وحقوق المرأة والطفل وإعاقة حرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي واستخدام المال في الحملات الانتخابية على نطاق واسع الولايات المتحدة جهزت جيشا من الاختصاصيين للرد على التقرير الأممي لكن ما قدمه هؤلاء لم يتعد الشعارات العامة التي أثبت عكسها التقرير الأممي الولايات المتحدة فخورة جدا بسجلها في مجال حقوق الإنسان واعتقادنا راسخ بأن كل شخص في جميع أنحاء العالم ولد حرا ومتساويا في الكرامة والحقوق وله الحق في احترام حقوقه الإنسانية والحرية الأساسية التقرير الأممي ركز على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الولايات المتحدة خارج حدودها من خلال الحصار الاقتصادي على كل من إيران وفنزويلا ودول أخرى على الولايات المتحدة اتخاذ التدابير اللازمة لوقف القتل التعسفي المنهجي في جميع أنحاء العالم ومعاقبة المتوضطين في جريمة اختيال خمسة مواطنين إيرانيين بمن فيهم الشهيد قاسم سليماني ووقف فرض الإجراءات القصرية على البلدان الأخرى على الولايات المتحدة إلغاء التدابير القصرية الانفرادية المفروضة على فنزويلا وغيرها من البلدان والكف عن إرهاب الدولة ومعاقبة مرتكب جرائم القتل والتعذيب والاختفاء واستخدام القوات المميتة ضد الأمريكيين من أصل أفريقي والأقليات العرقية المقاررون الأمميون أشاروا إلى أن الولايات المتحدة تعد معبرا ومقصدا ومصدرا لعمليات الإتجار بالبشر وأن الأعداد المعلنة عن المتاجرة بهم تبقى منخفضة مقارنة بالحجم الحقيقي من يتابع مسار الانتخابات الأمريكية يعتقد أن الولايات المتحدة هي من بعيد قمة للديمقراطية وواحة لحقوق الإنسان نظرة لا يتبناها بالمطلق هذا التقرير الأممي الذي يتحدث في كل فقرة منه عن انتهاكات جسيمة كالعنصرية تجاه الملونين والأقليات والإتجار بالبشر والرق وحتى المال الانتخابي موسى عاصي من مقر الأمم المتحدة في جناف الميادين